سريعا لتونس ومنتخب مصري لكرة اليد حالا لسه مخلص مباراة مع انجولا بيفوز عليه بنتيجة تلاتة وتلاتين ستة وعشرين بكده مصر في النصف النهائي منتظرة مباراة مصر وتونس اللي هتلعب دلوقتي حالا عشان تشوف مين الفرقة اللي هتلعبها او مين المنتخب اللي هنلعبه المنتخب المنتخب فاز برح على الجابون ستة وتلاتين سبعتاشر وكمان النهاردة كانت مباراة انجولا مباراة قوية وماتش صعب لان فريق الانجولي محترف اغلبه محترف في الخارج في شوت الأولين يخلص خمستاشر اتناشر لكن اقدر رجالتنا يخلصوا المباراة بنتيجة تلاتة وتلاتين ستة وعشرين نتمنى لهم التوفيق بإذن الله لان المقابلات اللي جاية هي الاصعب في البطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد توكيو